اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الاخبار الاخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية نستهلها بالعنون الامير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ سالم العلي الصباح وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القبرصية الازمة في غزة وتداعيتها والنصر يفوز على التعاون بثنائية ويواجه الهلال في نهاي كأس السوبر السعودي اشتركوا في القناة تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء نقل صاحب السمو الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء تعازية ومواساة القيادة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في وفاة الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطنية التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة المتحدة في لندن ديفيد لامي وجرى خلال اللقاء سعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعلى رأسها المسجدات في قطاع غزة بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع نظيره القبرسية الدكتور كونستانتينوس كومبوس المسجدات الراهنة وفي مقدمتها الأزمة في قطاع غزة وتداعيتها الأمنية والإنسانية كرمت رابطة العالم الإسلامي ستة آلاف يتيم تكفلهم الرابطة في ملاوي كما دشنت عددا من البرامج والمبادرات التنموية هذا وثمن أمين رابطة العالم الإسلامي محمد العيسى حسن التعايش بين مختلف التنوع الديني في ملاوي مؤكدا أن الرابطة ملتزمة بواجبها في مد جسور الإخاء والتعاون بين الأمم والشعوب ولا سيما الأعمال الخيرية نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في بيان بشأن للدعاء بقيام قوات التحالف باستخدام قذفة هاون لاستهداف نقطة لتزود بالماء في قرية الثيراء في مديرية شداب محافظة صعدة بتاريخ 26 من مايو من عام 2020 وبعد اطلاع فريق التقييم على جميع الوثائق تبين أن قوات التحالف لم تستهدف نقطة للتزود بالماء باستخدام قذفة هاون في محافظة صعدة كما ورد في الادعاء كما نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث خلال البيان استهدافه مستشفى باقم الريفي في مديرية باقم بمحافظة صعدة بتاريخ الاول من اكتوبر من عام 2016 حققت الاصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نموا سنويا تقدر نسبته بخمسة ونصب المائة وبزيادة بلغت نحو 92 مليار ريال ليبلغ اجماليها مستوى تريليون وسبعمائة واربعة وخمسين مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بنفس المدة المماثلة من العام الماضي حيث سجلت مليارا أو تريليونا وستمائة واثنين وستين مليار ريال سجلت نتائج مؤشر نطج التجربة الرقمية للعام الحالي في المملكة ارتفاعا بنسبة تقدر بأكثر من خمسة وثمانين بالمائة بمستوى متقدم وفقا لأربعة مناظير رئيسة وبحسب ما أعلنت هيئة الحكومة الرقمية بلغ عدد المنصات المشمولة في العام الحالي تسعا وثلاثين منصة مقارنة بأربع وعشرين منصة في العام الماضي وقد شارك في تقييم المنصات لهذه الدورة أكثر من مائة وخمسة وسبعين ألف مشارك متجاوزين عدد مشاركي الدورة السابقة والذي بلغ مائة وأربعة وثلاثين ألف مشارك انضم مركز الملك عبدالله المالي إلى المثاق العالمي للأمم المتحدة وهي مبادرة عالمية طوعية تعزز أهداف التنمية المستدامة وذلك في حفل أقيم على هامش جلسة حوارية بعنوان دور قطاع الأعمال في دفع عجلة التنمية المستدامة بحضور نحو مئة ضيف من الخبراء والمختصين وسيلتزم كافد من خلال انضمامه بتنفيذ المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد والإبلاغ عن التقدم المحرز في هذه الجهود سنويا وقعت غرفة أبا اتفاقية مع شركة واد الرياض بمشاركة إدارة الاستثمار بجامعة الملك خالد تهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة لقطاع الأعمال بعسير في مجال الاستثمارات الجريئة والاستراتيجية وإثراء بيئة الابتكار وريادة الأعمال إضافة إلى تحقيق توجهات الغرفة في تطوير مصادر الدخل المالي ورفع معدل مشاركتها في استراتيجية المنطقة والعمل على تحقيقها بدأت شركة المياه الوطنية في تنفيذ 20 مشروعا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 1300 كيلو متر وبكلفة إجمالية تقارب مليار ريال وذلك ضمن جهودها في تهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية كما بيّنت الشركة أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالا لما أعلنته في شهر مايو الماضي عن شروعها في تنفيذ 46 مشروعا بقيمة تتجاوز مليار و600 مليون ريال يواصل الكادر التعليمي والإداري في مختلف مناطق المملكة أعمالهم استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد حيث يعود طلاب وطالبات المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم يوم الأحد المقبل وكانت وزارة التعليم قد أكدت جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة واستكمال أعمال الصيانة وتوافر الأدوات وتجهيزات اللازمة لاستكمال العملية التعليمية من خلال ثلاثة فصول دراسية أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياضة توقيت الزمنية للدوام في المدارس خلال العام الدراسي 1446 للهجرة كاملا وبينت أن الحصة الأولى في الدوام الصيفي ستبدأ في الساعة السادسة والنصف صباحا وفي التوقيت الشتوي تبدأ في الساعة السابعة صباحا وعن توقيت الدوام في شهر رمضان فقد تقرر أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة التاسعة صباحا أكدت شركة تطوير خدمات النقل رافد إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في العاشر من يونيو من عام 2024 وأضافت رافد أن فتح التسجيل للطلاب المنقولين لمدارس أخرى سيكون متاحا فقط للطالب المنتقل من الروضة إلى المرحلة الابتدائية حيث يتم تسجيله بعد البدء بدراسة وموافقة المدرسة جهازت الكلية التقنية بحائل كافة المرافق والورش والقاعات التدريبية لاستقبال متدربيها مطلع الأسبوع القادم مع العمل على عدد من البرامج لتهيئة المتدربين للمستجدين نتابعه عمل دؤوب من العاملين كافة بكلية التقنية بمنطقة حائل من أجل استقبال المتدربين الأسبوع المقبل حيث حرصت عمادة الكلية على متابعة سير عملية تهيئة المرافق والقاعات التدريبية والورش لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد ولتلبي تطلعات المتدربين وتتوائم مع خططهم الدراسية حقيقة لدينا مجموعة من البرامج والتجهيزات من أبرز تلك البرامج برامج تهيئة المتدربين المستجدين وبرنامج الإرشاد التدريبي لدعم المتدربين المستمرين وبرامج تحديث وصيانة التجهيزات التدريبية إضافة إلى هذا برامج الصحة والسلامة المهنية وبرامج التوجيه والإرشاد برنامج تهيئة الطالب المستجد يعد أبرز البرامج التي تساعد على فهم الطلاب المستجدين للمرحلة المقبلة وأبرز الأمور التي يجب التقيد بها وما ستقدم الكلية من برامج وأنشطة مساعدة خلال الدراسة فيها إذن الله تعالى نحقق كل ما بشأنه أن ينصب بالإيجاب على متدربين لامتلاك أعلى المهارات في تخصصاتهم التقنية المهنية المتوائمة مع سوق العمل يجد طلاب كلية التقنية بحائل مرافقا تساعدهم على قضاء وقت ممتع خارج الساعات التدريبية منها ملعب كرة القدم وكرة السلة وصالة الأنشطة التي تحوي ألعاب رياضية متنوعة الأمر الذي يجعل بيئة الكلية جاذبة لخلق بيئة تعلم إيجابية للسعودية محمد عثمان حائل أعلنت أكاديمية طويق لإطلاق التسجيل في معسكره الاحترافية الحكمة والمخاطر والامتثال والمقام بمقرها الرئيس في الرياض ولمدة ثلاثة أشهر ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية بمجالات إدارة المخاطر في الأمن السبراني وتأهيلهم للحصول على خمس شهادات احترافية بنهاية المعسكر في أحد أكثر المجالات طلبا في سوق العمل مبادرة وعي لنعرف الدواء تهدف لتوفير الدواء والرعاية الصحية للمعتمرين بمكة المكرمة من خلال قياس العلامات الحيوية وتقديم حقائب الصحية لمرضى السكري نتابع في إطار الإنشطة الإنسانية قامت جمعية دواء الخيرية في مكة المكرمة بتنفيذ مبادرة متميزة تحت عنوان وعي لنعرف الدواء بحضور أكثر من ستين متطوعة من الكوادر الصحية المتميزة مبادرة وعي لنعرف الدواء مبادرة أطلقتها الجمعية الخيرية لتوفير الدواء المرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع الغير الربحي برقام 541 هذه المبادرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي دشن قريبا ما قبل الحج وسيستمر هذا البرنامج طيلة أيام السنة بإذن الله هذه المبادرة تهدف إلى تقديم خدمات صحية وتوزيع حقائب صحية متكاملة على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والبرنامج عبارة عن تثقيف الحجاج والمعتمرين وأيضا عندنا صحة المعتكفين وكذلك توزيع حقيبة الحاج والمعتمر الحقيبة هذه عبارة عن جهاز قياس سكر وإبر وغز وحافظة للنسلين وأيضا المسحة الطبية الفعالية تضمنت جهودا مشتركة لتوفير رعاية الطبية اللازمة وتعزيز الوعي الصحي ولاء المطر في مكة المكرمة انطلق في حائل منتدى الإعلام السياحي بالمنطقة تحت عنوان حائل وجهة سياحية دولية والذي تنظمه جمعية الإعلام السياحي بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة والإعلاميين والمختصين في مجال السياحة والاستثمار ويأتي منتدى الإعلام السياحي مواكبة لاقتصاديات السياحة في المنطقة عبر تسليط الضوء على دور الإعلام في تعزيز السياحة بالمنطقة يواصل المزاد الدولي لمزارع انتاج السقور فعالياته وسط إقبال كبير من قبل السقارين ومنتجي السقور والمهتمين بموروث السقارة حيث شهدت الليلة الرابعة بيع ثلاثة سقور بقيمة 122 ألف ريال هذا ويوفر المزاد منصة موثوقة وفريدة من نوعها للنخبة السقور من حول العالم والسقور من السلالات الحائزة على بطولات دولية من خلال تنظيم مزاد تنفسي مباشر وسريع يجمع السقارين والمنتجين وعشاق السقور من السعوديين ومختلف دول العالم تأهل فريق النصر إلى المباراة النهائية من كأس الدرعية للسوبر السعودي وذلك بعد فوزه على فريق التعاون بهدفين نظيفين حيث يلاقي فريق الهلال في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودية السبت المقبل وكان الهلال قد حجز مقعدا في النهائي بعد تغلبه على نظيره الأهلي بركلات الترجيح أمس الأول في مباراة شهدت عودة الهلال بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وتقام البطولة لأول مرة في مدينة أبهى وسط أجواء ماطرة ودرجات حرارة معتدلة إلى باردة بهذا وصلنا وياكم إلى ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز عنوينها الأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ سالم العلي الصباح وزير الخارجية يستعرض مع الأزمة في غزة وتداعيتها والنصر يفوز على التعاون بثنائية وياجه الهلال في نهاي كأس السوبر السعودي شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة